صديقات أصدقاء أهلاً وسهلاً بكنا وبكم في قناة مروكون كريم تيفي الجريمة الغريبية اليوم قد نهتلكم على جوج جريم ديال ترمضينا جوج جرائم جديدة ديال قتل أصول الفروع الوالدين اللي قتلوا أولادهم وجريمتين فعوا حصيلة قتلة ترمضينا فاتش الكريم إلى 13 ضحية من يدخل والله هدينا وهاتش اللي ممكن له هدينا والله هدينا الجريمتين واحدة كانت وقعت في سيدي بن نور في انشيئة بقتل ولده بعد نقاش حاد والثانية وقعت في واحد دوار ناحية قيلية في مراكش شي أم قتلات ولدها في واحد العراق دموي بيناتهم وهي الإشارة الجريمة الثالثة اللي وقعت في مدينة مراكش في هذا الشهر الكريم الجريمة ديال سيدي بن نور وقعت في دوار ولد سعيد بجماعة ابن هلين وقعت في الساعة الأولى من صبح ولبالح الحد جوج عفريل 2003 الشي راجل في العقد الرابع من عمره مات على يدبه والسبب مشاكل عائلية ما بين الطرفين ومن مدة طويلة من الأب والإبن دياله وخاء كبار ما كانوا مش متفاهمين وكانوا يعني ديما كيتخاصموا خاصة من اللي خرجوا من الحبس ومحكموش العقل ديالهم متوي الصفحة للأسف الشديد راجع معكم او جامعكم الرابعة الماتينة اللي كتر معني حاجة دم سعيب 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 ولا حول ولا قوة سعيلا بي الله نقول ديالله خرج من الحبس كما قلت هذه مدة قترة كان نوشي خمسطاش العام ديال الحبس دام بيها حيث كان قتله راجع الخطوص باقله قتله راجع الخطوص ومشها دخل الحبس ودبه هو وغا خرجه كيموت عليه دبه واخد خل الحبس ما تسبش ولا رجع على الطريق ولا احترم ببهو عائل لا رحموا صافيات شيني ممكن نقولوه ودكروا أموتكم بخير لا رحموا الولد او الراجع بالأحرى ان هذا كتاب 40 عام ملده وزاد المدة كاملة في الحبس تصاب مرض نفسي تعقد حتى عقله شوية ما بقى كيكان ومن اللي خرج الخلافات كانت يوميا تقريبا مبينوا مبينباه ونهار الحديد ديال الحد جوج أفريد جدد هاد نزاع مبينتهم تبادلوا الاب وولده تبادلوا السبان والمعيور وفلحدة بقى الابني باش يضرباه لمالقاه غير واحد المجرافة يعني البالا بيها باش ضربوا الراس ومن اللي تحمى خلافين ضربوا بحلي لكن كيف يفرق في هذيك الغضب دياله كله وضربوا بهي السيريا حي تخايف لينو بيفتي فيه لاب قتل ولده في الصباح بكري ديال الحد وبقى قالس في الدار بقى قالس في الدار حس أطلع الفجر عاد خبر للناس ديال الدوار باللي بشي اللي دالوا في حق وولده وتم اشعر طبعا السلطة والعناصر ديال التاراك ديال المركز التورابي ديال بنيهلال شاو نصرح الجريمة صوره الضحية هو ميت تهزت الجد سلامار وبدال البحث مع الاب حول الظروف واسباب حيثية هاد الجريمة الاب مع الدبحت قرب كل شي قرب تفاصيل ديال هاد الجريمة واسباب ديالها والاب كم ما قلت تدفن البالح في المقبرة ديال الدوار والله هرحمه والله يفرج على الاب مسكين اليوم ثلاث أربعة أفريل بتحال هاد الاب على الوكيل اللي عم حكوم السينف جديدة اللي امر باليدع ديالو في الحبس في انتظار الشروع في المحاكمة ديالو ويشتوا الترنطينه في كتوصل بنادب السيد على آخر ايامه يدخل للحبس حيث قاتل الولده هاد الولد للأسف محترموش ويقول الابعوت ما مبدل الساعة مألاحاول كيش يتكشي حويج بعض المرز كتو قائم مع ان يستفسير جهر نطوي و هاد الجريمة اللي وقعت السيد بالنهور نجيو ديال جريمة الثانية ديال قتل الاصول الفورو يعني قتل الولدي اللي ولده هال جريمة الثانية وقعت في مراكش مقاطعة جريمة في واحد الدوار معروف بقى قيود وكان ابو الكين اللي كيسمه جيكارتا في هاد الدوار وقعت الجريمة عشية الخميز اللي ديالز الام عمر ضيالها خستة وخمسين عام قتلت ولدها قتلت و في عراك دموي ببعضياتهم مدفعت على رأسها حيات ولدها كان في حالة قتلت سياجة نواجم عليها وبغى يضربها وبغى حتي قتلها حيات كان مسلاح بسلاح أبياد وهي عرضات والاعتداء بسلاح الأبياد وتصاب بجروح أجلات بالوفد ديالو تبعه رات تدفن وهي تدفنات مسكينة في الحمس وفي حالة أمي كان يعيش مع امه وعيش دروف صعب الله يحسن العوان كل شيء عنده دروف وكل ساعة ما عنده كمه بغها بعد ما ما تبعه كان يعاني بزاف كيشوف لي كمه حتى تصبت بمرض نفسي تعلبت نفسيه الدروف زعادته الإنسان وحد أخر غير اللي كان صغره صحيح ما كانش عدواني بزاف لكن من اللي كانت جهدك الحالة ما كيعرف شنو كيدير ونهار الخميس عودته تانية هذه الحالة وتصبف في ما شاكي الولد والعمار ذي الواربع شنان تخلف خلاف مع أمه كان في حالة السيرية بغاية يتعدى عليها ما اكتفش بالسبانون المعيور يزيدو عليها وبغاية يقتلها أيضا هزو واحد الموس هزو فوجه ومه بدأ كيشير كان بغاية يدافع يقتلها كان كيشير يضربها في مواقع ممكن كيشير يضربها كيشير يضربها في كل مرة كيشير عليها في جهة أخرى كانت تكسر غبوت زاوك وتحضيم معها في نفس الوقت غير مزاد في الهيجان أمام هذا الوضع الخطورة اللي شكلها الولد على أمه اضطرتها للأم بجدافع على رسا وفي لحظة سقوط سكين ميد ولدها بعد ما فقدت توازن دياله اضطرت بجدك الموس وتعامله بالمثل والجهات اللي هطعنا أنا وحدها في الجمل اللي إسراني سألعل إتر دياله في الأرض كيغوتر بي اللي خلقوه ومدها استغيموا التقسير حتى كان في عيدة الموت ماتت مصرح الجريمة وجوتتها الزيت اللامارك في المشتشفى وتشرحات والدفنات في مقبرة مقبرة كانت أمك هو التدفن والأم للأسف الشديد مشات تدفن في الحبث يعلم الله بالحرارة التحكم وتحرارة الدوس في ملع عمرها وراء القطبان ديال السيجن شفتوا الخط الترمضينة والصيام الجميل في كي يوصل عابل قتل ولده سيدي بن نور ومقتلات ولده في مراكش كان شيء أبشع من هذا الشكل والله يرد بي نوصف هذا الشيء اللي كان عيشوه هو كترة القتيلة والتشرميل ماشي عادي وشخصياً كان عينا نفكر على شنوية الأسباب ربما ترقومات نفسية ربما تدروف الشي معي وكان شيء ما يشفعش ما يشفعش هذا الشيء اللي وصلنا له وكانت تقريباً تلطاش للروح تحت فرمطاني يعني تقريباً يومياً وخبعد النورة كانوا ثلث ثلاثة بحل لحد اللي ذات كانوا أربعة الجرائم تقريباً كما الضيور لا تعرف ما كان فيها ولا اللي الشيء اللي بالناس اللي فيها ولا حوله ولا قوته في الأخير لا يسعوني إلا أن أشكركم جزيلاً على حسن تتبعكم من القناة والمواظب على ذلك وأنتم مشكورون على ذلك ونتمنى باش تديروا يديكم معنا تحركوا تديروا التبرتاج حيث القناة ترى تبوها تشكيل أنا شخصية ولا ما توقعت كوش أنها تهبط معاوت ولكن حاجة بتساعدونا ديروا في التعليقات أسفل الفيديو وأنتم مشكورون ونتمنى باش تكونوا كثيرين في التفاعل للكم وتبرتاجوا بحالة القصص أو بحالة الأخبار الخبيرات لعل لو ستعمل فائدة ونستهمونا نحن بقدر ما ستعرف التخفيف ما تشي اللي وصلنا له ولا حوله ولا قوته إلا بالله